بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين المعصومين واللعن ندام على عدام إلى الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على ولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين نعزي الأمة الإسلامية وعلى أسيام راجع الدين العظام بفاجعة الطف استشهاد إمام الحسين ونعزيهم ونعزي المؤمنين بهذا المصاب الذي صدع قلوب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وصدع قلوب المؤمنين طبعا لعله في حلقات سابقة وقفنا على دعايا معرفة ببعض التأملات وبعض المضامين العالية والكبيرة التي صدرت عن إمامنا الحسين عليه السلام بيّنت قرب إمامنا الحسين عليه السلام من المولى الجليل سبحانه وتعالى طبعا وذكرنا أيضا بعض الخطابات التي صدرت عن إمامنا الحسين عليه السلام في دبيان ما هو الغرض والغاية من النهوض المبارك وإمامنا الحسين عليه السلام هناك أيضا خطابات صدرت عن إمامنا الحسين عليه السلام بعد حداث حصلت في الكوفة كما تعلمون تحدثنا عن ثبات مسلم رضا الله عليه وثبات قيس من السهر الصيداوي أزاء الحكم الأموي وإعزاء الطلبات التي طلبوها من هؤلاء يعني الذين لديهم حقيقة ولا منقطع الإهل البيت ولا منقطع النظير لإمام الحسين عليه السلام بحيث كانوا ثابتين في ولائهم ولذلك أقدموا على قتلهم أقدم التطومة الأموية ببسطة عبيد الأموية الزيال علي الله عن الله بقتل مسلم وقتل قيس من مسار الصيداوي هناك أيضا رسول آخر رسول الإمام الحسين عليه السلام كان لديه نفس الثبات كان لديه نفس الثبات وهذا الرسول يسمى عبد الله بن يقطر إلى مسلم بن عاقيل ليستجلي الموقف وطبعا عبد الله بن يقطر أرسل الإمام الحسين لكي يعني يستجلي موقف مسلم في الكوفة ويستجلي موقف أهل الكوفة يقول له أن الحسين في الطريق أخبره بما حصل لمسلم وهنا من العروة رضا الله عليهما عليهما السلام مستشهاد مسلم بن عاقيل أما رسوله الثاني هذا إلى مسلم فقد وقع سيرا ذكرناها سابقا بأنه لما علموا بأن الحسين عليه السلام قادم إلى الكوفة اضطرب الأمويون والضرب من كانوا قد ولاهم يجد معه وعلي عن الله على الكوفة اضطرب عبد الله بن زياد ومن معهم لذلك أخرجوا الحسين إلى مكان كي يعترض مسير الحسين عليه السلام ويعترض راحلته فلذلك وقع هذا الرسول الذي بعثه الحسين عليه السلام رضا الله عليه عبد الله بن يقدر وقع أسيرا عندهم ثم أنهم وقع بيت جنود الحسين فنقل ابن زياد في الكوفة وكان رسول الحسين عليه السلام السابق مثالا للصلابة والجرى والإخلاص بمواجهة عبد الله بن زياد على كل حال استشهد هذا الرسول رضا الله عليه طبعا بدت الأخبار تتوارد على الحسين فيما يتعلق بوضع الكوفة ولذلك بدل الحسين هنا نقطة مهمة جدا تتعلق بسيد الشهداء الحسين عليه السلام مع أصحابه أن الحسين يعني يريد أن يطلعهم على ما حصل ويريد أن يكون لديهم الحسين يريد أن يكون لديهم الاختيار الكامل في أن يكون قرارهم قاطع بمسيرهم على الحسين عليه السلام لذلك نعلم هنا بعض العبارات أن الحسين عليه السلام إمام الحسين عليه السلام يخيرهم طبعا إخواني إحنا في الواقع لا زال مرت بهذه النقطة كما تعلمون هناك مباحث في علم العقائد تتعلق بأنه الإنسان مجبر والإنسان مخير بأفعاله هناك مباحث طويلة في علم العقائد هذا اللي يسمى العلم الأكبر نخلص لأنه هناك من ذهب إلى أن الإنسان مجبر في أفعاله وهناك من ذهب من الفرق السامي إلى أن الإنسان مخير بأفعاله وأما ولدينا رأينا من ذهب إلى أن الإنسان مجبر بأفعاله هذا نسب القبح إلى الساحل المقدسة يعني رأيهم هذا يقولون الأشعر يقولون بأن الإنسان مجبر الإنسان عبارة عن آلة يعني يفعل ما يريده الله أو ما يمره الله طبعا هذا الإنسان طبعا في حياته هل فعله داما حسن؟ طبعا أعداد غريقية من الناس لديهم لعلوا أفعال هي تعتاروا ذنب فكأن هؤلاء نسبوا القبح إلى الساحل المقدسة بهذه اللحاظ اللحاظ أنه الإنسان مجبر بأفعاله وأيضا أعطوا معذرية لهكذا طبعا نحن ما أخذ على هذا المذهب الذي يقول الإنسان مجبر بأفعاله بأن لديه معذرية في يوم القيامة أنه يقول يا إله أنا مجبر أنا كنت عبارة عن آله يعني أفعل ما تأمر به أو ما تريده ففيها مآخف كبيرة وهناك من قال بأن الإنسان مخير يعني لديه مطلق التخير بأفعاله طبعا هؤلاء ما الذي حصل معهم هؤلاء حصل معهم بأنهم سلبوا القدرة الإلهية سلبوا القدرة الإلهية طبعا أما رأي أتباع مذب أهل البيت رأي وعلماء العجل الله ورأينا هو بأن الإنسان كما بنا على حديث إمام الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفيض وإنما أمر بين أمرين يعني مو الإمام دي يقول جبر وتفيض لا أريد إمامنا أن يقول بأن الإنسان مخير ولكن ليس عن نحو الأطلاق بعبارة أخرى أن الإنسان مخير الله سبحانه وتعالى على الإنسان سلك طريق الخير وعمار الخير فالله يسدده وإذا سلك طريق لا سبحان الله الشر وكما حاصل مع بعض الأشخاص لسوء توفيقهم فالله سبحانه وتعالى خذله ولا يوفقهم فلذلك أنا انطلقت من قول الإمام بأنه يخيرهم الإمام بكلامي فماذا يقول لهم بعدما وصلت الأخبار عن مسلم وطبعا خطب بأصحابه سلام الله عليه فقال لهم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنه قد أتانا خبر فضيع قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقتر وقد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الصلاة فلينصرف في غير حرج ليس معوذ إمام أبدا لكم مطلق الاختيار في أن ترافقوني أو تنصرفو طبعا أخواني هذا في الواقع درس كبير جدا من دروس عاشراء بأن الحسين عليه السلام وضعهم أمام خيار وإن كان لا بد من طاعة الإمام باعتبار الحسين كان إمام زماني ولا بد من طاعة الإمام ولكن نرى أن الإمام خيرهم إما بالمضي معه إلى آخر الطريق وطريق الشهادة أو لهم في أن ينصرفوا يعني عنه حسين بهذا الموقف وطبعا بإذن الله تعالى إن شاء الله سنمر على موقف كبير جدا يتعلق بشخصية اعترضة الحسين عليه السلام ولكن ها كان لهذه الشخصية في الواقع العاقبة الحسنة وسنقف حقيقة على بعض التفاصيل التي تعلقت بموقف هذه الشخصية مع الحسين عليه السلام وهذا الموقف كبير جدا لكل إنسان لكل إنسان حقيقة قد ربما يعني يذنب ويتصور بأنه هذا يعني ما قال أمور قد انتهت وطبعا ها هي حقيقة تسولات إبليس عليه العالم يصور الإنسان بأنه فيما أذنب طبعا الإنسان عليه يتجنب الذنب لكن فيما أذنب يستول عليه الشيطان بأنه قد الأمور قد انتهت وليك سبيل للتوبة فكأنه يحاول أن يضلله أكثر فأكثر فيبقى هذا الإنسان في دائرة يعني التصور بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له وهذا في الواقع خلاف الواقع وإن شاء الله نقف على هذه الشخصية بحلقة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لما رضيه ويجنبنا مع عاصيه نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا شفاعة سيدنا وإمامنا الحسين عليه السلام بعد أن وفقنا لزيارته في الدنيا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر